موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سيناريوهات والتي نخصصها لما نشر اليوم حول الخطة الاقتصادية التي قدمها مستشار الرئيس الأمريكي كوشنير والتي تتطرق إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني أو ما يعرف سياسيا لصفقة القرن ضيفنا لحلقة هذا اليوم هو معالي وزير الاقتصاد الوطني السيد خالد ناسيلي مساء الخير أستاذ خالد مساء الخير ومساء الخير لكل أستاذ المشاهدين حمل ثقيل بدأت الحكومة العمل في ظل ظروف اقتصادية صعبة اقتطاع من المقاصع وأيضا صفقة القرن واليوم تنشر هذه الخطة التي قدمها كوشنير وهي ربما لرجل أعمال مثلك مرت عليكم سابقا كيف يمكن النظر إلى ما نشر اليوم يعني بداية الحكومة الحكومة يعني اجت بالظروف صعبة جدا زي ما حضرتك بتقول هناك حصار مالي واقتصادي من أمريكا ومن إسرائيل وبالتأوى يعني إذا بتستعرض اللي تم من خلال سواء نقل السفارة إعلان القدس عاصمة لإسرائيل قطع المساعدات عن الأنروا قطع المساعدات عن مستشفيات القدس ضم الجولان لإسرائيل إلى آخره عم تشعر اللي بيصير على الأرض واللي بيصير فعليا على الأرض هي محاصرة الشعب الفلسطيني المطلوب هو تصفية القضية الفلسطينية المطلوب هو إنهاء المشروع الوطني الفلسطيني لكن المفارقة العجيبة إنه مبادرة القرن بتيجي من الناس اللي عم يحاصروا الشعب الفلسطيني من الناس اللي بيفرضوا الحصار عليهم يعني اللي الآن على الشعب الفلسطيني بده الزهار الشعب الفلسطيني ما بيأخذ ولا إجراء من هالإجراءات اللي موجودة يعني أنت لما بتقطع عن مستشفيات القدس عن مدارس الأنروا عن مدارس الأنروا عن أكل المواطنين الفلسطينيين من خلال الأنروا هذا بيكون نفكر بمصلحة بالزهار الشعب الفلسطيني بالتأكيد لا بالتأكيد لا وبالتالي كله يعني سراب ووهم وزي الفقاعة شو صار في المنامة نفس اللي صار في وارثه نفس اللي صار في البيت الأبيض ألعانين على غزة كم دولار وصار لغزة بعد ورشة البيت الأبيض صفر شو صار بعد وارثه نفس العملية لكن عم تسمع أوهام وصراب بحاولوا يغروا الشعب الفلسطيني بشان يلاقوا حل مش سياسي يلاقوا حل اقتصادي اللي دعا إلو نتانياهو وبالتالي كلها أوهام وكلها يعني ما بتصمد على الأرض طب يعني أستاذ خالد نتانياهو هو أب ما مصطلع عليه اللي هو السلام اقتصادي أمام من للعالم من طرح هذا الملف الشعب الفلسطيني وقيادته ومنذ طرح السلام اقتصادي وهم يرفضونه لماذا العودة من جديد لطرح هذا الملف يعني المشكلة أولا هذا طرح هيك ملفات كان من سنوات عديدة يعني من أيام جورش شولتز طرح هيك أفكار طرحت من خلال توني بلير في الرباعية خطة مكينزي خطة مكينزي نفسها جرى عليها تطوير من جوني كلير من جون كيري وعملوا أكتر من مؤتمر ووعد بأربع مليار دولار وما شفنا ولا دولار ولا شفنا ولا مشروع أخيرا يعني عملية تطوير لخطة مكينزي اللي عم بيترحها كمان كوشنير كوشنير هلأ كله أوهام وكله سراب المهم اللي بصير على الأرض مش المهم الكلامي شو اللي بصير على الأرض بحصار القضية بحصار الشعب الفلسطيني آخر شي عملوا قرصنة أموال المقاصة هاي أموال فلسطينية بحتة ما في أي سبب ولا في أي تشريع بالعالم بيسمح لإسرائيل بسرقة أموال الفلسطين أنت عم تسرق أموال الشعب الفلسطيني وعم بتمر بضائقة مالية السلطة رواتب 50% من الناس في نفس الواجهة تحكي على الزهار في فرق كبير بين الكلام عملية كلام السياسة المنموة وما بين المنموة بين اللي بصير على الأرض اللي سير على الأرض إنهم من بيحرموا من أموالنا غير هيك يعني زي ما حكى سيادة الرئيس أنت بدك يعني تتوسط عند العالم العربي تجيب لي فلوس من العالم العربي بطل يضغط عليهم الأمريكا بداش يدفع ولا دولار أمريكا بدأت استفيد أصلا طبعا وإسرائيل وإسرائيل نفس العملية وبالتالي كلها أوهام وكلها فقاعات ستنتهي زي الفقاعات صراحة يعني مهالي الأزير أنا أكثر ما استفزني فيما طرح أنه المبلغ المخصص لفلسطين 28 مليار أقل من 28 مليار دولار على عشر سنوات يعني بصراحة مبلغ تافه في ظل ما طرح هذا المبلغ أنتم كحكومة فلسطينية كيف تنظرون إلى طريقة التعاطي مع مبلغ بسيط 28 مليار دولار بالنسبة لقضية حلها سياسي ولا سياسي اقتصادي هي خطة 2030 اللي علنتها مكنزي وعلنها جون كيري وعلنها توني بلير نفس الخطة العشرين 30 للعشر سنوات اللي بيحكوا عليها إحنا حلنا حل سياسي حل حقوق شعب حل عذبات شعب تضحيات شعب وبالتالي الحل السياسي أولا الحل السياسي ثانيا بيلي الحل الاقتصادي لكن لا يمكن تحط العقب العربي قدام الحصان بتقول له امشي ما رح تمشي ومن هون أنا بقول يعني انه كلها أوهام وكلها سراب بيحاولوا بالأرقام الكبيرة يغرو القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني يعني أنا أحد السفراء اللي يجاني مع الأسر بيقول لي طب يعني لما تطلع الأرقام والمشاريع الشعب رح يثور عليكم عندهم قناعة بهذا المضوع بيبيعونه وهم بيحاول يسوقوا عملية عملية تسويق لهذه المبادرة اللي ولدت بس الميدان يثبت أن الشعب الفلسطيني والحكومة والسلطة الفلسطينية ورمتها رفضينا هذا المضوع تماما نعم هذا الفيلم مرينا فيه عدة مرات وشعبنا الفلسطيني أوعب كتير مما هم بالخيلوا نضالات شعبنا وصمود شعبنا هاي لنا كام شهر عم بيأخذوا 50% ما سنعنا شكاوي إشي مؤلم جدا والكل بتألم وكل يعاني لكن عارفين قدام الهدف الأسمع قدام القضية الوطنية الناس بتضحي بأرواح وتحديدا أنه القرار جاء بسبب قطع أو محاولة إسرائيل قطع رواتب أهل الشهداء والجرحى صحيح واحد بيأخذ هاي قرار هذا حريص على الشعب الفلسطيني حريص على ازدهار الشعب الفلسطيني ولا خلق فرص عمل له ولا بناء التنمية مثلا يعني هذا هذا أوهام كحكومة ما هي رسالتكم لإدارة الأمريكية شو رسالة أعتقد سيادة الرئيس كان إلى مبادرة في الأمم المتحدة مبادرة قوية وأنالت رضا العالم ما عدا أمريكا وإسرائيل طبعا يعني الرسالة واضحة جدا في حقوق للشعب الفلسطيني أعتقد أنهم عملوا يعني كومبروميز أنه قبلوا بالضخفة الغربية بحجول السبعة والستين والقدس عاصمة إلها وحقوق اللاجئين وبالتالي هلأ أم جايين بدهم يتفاوضوا على الـ 22% اللي ضلت شيء لا يمكن قبوله لا فلسطينيا ولا عربيا ولا إسلاميا ولا حتى العالم هناك قرارات وهناك شرعية دولية لا تجهز الاحتلال بضم الأراضي وبالتالي أعتقد أنه عملية ضياء هم بحاولوا يكسبوا وقت بحاولوا يشقوا الشعب الفلسطيني بحاولوا يغلوه بأوهام لكن أعتقد أنه لن تمر الشعب فاهم لن تمر على الشعب الفلسطيني طيب يعني لما نقرأ مثلا جزء من الخطة بقول لك الأهداف العليا لخطة كوشنير مضاعفة الناتج المحلي خلق أكثر من مليون فرصة عمل تقليل البطالة دون عشرة بالمية وتقليل نسبة الفقر لحوال النصف كيف تنظرون يعني السؤال قديش نسبة أمريكا بالمساهمة من الثمانية وعشرين مليون المثلين مليون صفر من العرب ولا من العرب ولا حتى العرب ولا دولة عربية التزمت ولا بدولار في مؤتمر المنامي والدولارات الأخرى أنا بالصحافة الإسرائيلية ومن الإعلام الإسرائيلي سمعتها أنه ولا دولة عربية أو خليجية التزمت بأي شيء لتمويل هاي الخطة وبالتالي هو كلام إنشاء وعن بيقول للناس وعرفين طالما صاحب القضية ما حدا بيرفض ما أعتقد أنه حتى ولا دولة عربية بتجرؤ النتيجة تأخذ قرار ضد إرادة الشعب الفلسطيني إحنا صحاب القضية وإحنا صحاب القرار ولكن معالي الوزير هناك بعض الدول التي شاركت بمؤتمر المحرين ولو كما سمي بمستوى منخفض التمثيل يعني لكل دولة ظروفها ولكل دولة بتتعرض لضغوط وهناك بعض المصالح ومش كل رؤساء أبا مازين اللي يقول لا لا أمريكا تقولوا حيث طالق لا يعني مش كلهم لكن بواقفهم السياسية المعلنة أعتقد كلها بتنسجم مع قرارات القمم العربية مع الشرعية الفلسطينية ومع المبادرة العربية لكن مع دولة عربية حكت كلام بيتناقض مع هذا الكلام وبالتالي يعني لكل دولة ظروف وفي هناك ضغط أمريكي واضح واضح جدا على الدول العربية يعني حتى لإجبارها على المشاركة لو بشكل شكلي لمنح ورشة البحرين صفة ولو بسيطة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية حاليا في ظل اقتطاع أموال المقاصة يعني هل هناك توقع أو صقف متى ممكن أن تنتهي؟ يعني أولا الظروف السياسية اللي بنمر فيها مع الأسف سيئة أو سلبية جدا خصوصا الانتخابات الإسرائيلية أي مرشح في انتخابات إسرائيلية من اليمين الإسرائيلي بده يزايد بشكل أكبر ويأخذ إجراءات وقرارات ضد الشعب الفلسطيني لأنه مع الأسف إنه المجتمع الإسرائيلي يعني بيروح لأقصى اليمين مش بس لليمين تطرف جدا للتطرف ومتطرفين وبالتالي إحنا يعني من هون تيجي المعاناة عملية قرار أخذ قرار من الكنيسة بخسم أموال المقاصة ومواء شهدائنا واللي بيدعو بدهم يلصقوا صفة الإرهاب على مناضليننا وعلى شهدائنا وعلى أسرانا يعني هاي القضية القيادة الفلسطينية سيادة الرئيس قال لا يمكن إنها تمر يعني واللعبة واضحة اللعبة واضحة إثبات يعني أو أي إقرار بهاي المبالغ إحنا معناتهم بنقر تعطيهم الشرعية تعطيهم الشرعية لخصم أي أشياء أخرى وبالتالي بعد سنوات لا يعني بعد أشهر بتلاقي مئة قضية طلعت في أمريكا بطلبونا بمئة المليارات هذا كما حدث مع أحد البلوك الفلسطيني بالضبط العربية العاملة في فلسطيني وبالتالي يعني اللعبة ما بتمر لعسيات الرئيس ولا على القيادة الفلسطينية ولا على الحكومة الفلسطينية من هون الرفض المطلق وإنه تمسك حقنا إنه ناخد حقوقنا كاملة لكن نعرف إحنا المعاناة اللي بيعنيها شعبنا أنتو عاف شعرين بظروف الموظف الفلسطيني طبعا مش مس الموظف كمان كل شعب الفلسطيني هلأ الموظف لما بياخد 50% من راتبو ومعندوش ضمان بيخاف إنه في المستقبل ما ياخد حتى الـ 50% وبالتالي بيقل إنفاقه وهذا بينعكاس على الاقتصاد والعجلة والدورة الاقتصادية وبالتالي فيه انكماش كبير في الدورة الاقتصادية وبالتالي المعاناة من كل الشعب الفلسطيني خصوصا الموظفين لكن كمان اللي عنهم التزامات في البزنس تبعهم من إذا بتطلع على الأرقام بتلاقي الوضع ما بيصور لكن قدام القضية الوطنية وقدام مشروعنا الوطني ما أعتقد إنه الناس عشان هيك الناس مش عم تشكي عم تتألم وعم بتعاني لكن مش عم تشكي صابة طبعا ومستعدة تصبر أكثر لكن في نفس الوقت يعني هناك محاولات جادة من سيادة الرئيس من دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية الحكومة القيادة الفلسطينية بمحاولة الضغط على إسرائيل إنه متراجع ودفع الأموال الفلسطينية من خلال علاقات مع العالم خلال مع طلب من الدول العربية تفعيل شبكة الأمان 100 مليون دولار كل شهر أكثر من مرة وحنا طالبناها يعني من يتأمل أنه ولكن الطلبات يعني تجيب تجاب في بيروقراطية في بعض الأحيان لكن أملنا بإخواننا العرب أنه يستجيبوا لحين إيجاد حل للقرصن الإسرائيلية طيب يعني اليوم نشرت الصحفة العبرية وموقع كان تحديدا أنه هناك طرح إسرائيلي على السلطة الفلسطينية بعدم فرض ضريبة على الوقود من أجل تقليل كمية ما تحصل عليه إسرائيل من أول ما هو ما يوفر تقريبا وفقا لما جاء في الموقع الإلكتروني حوالي 400 مليون شكل هل هذا الكلام صحيح هل طرح هذا الموقف؟ يعني أفكار كثيرة متطرح لكن أمتى بتقدر تقول إنه صحيح أو مش صحيح لما بتنفذ على الأرض يعني أسلو كان لازم في التسعة وتسعين لدينا دولة وفناك توقيع اتفاقية والحل النهائي والحل النهائي وين إحنا وين الدولة يعني أمتى بتصدق أي شي مش مجرد طرحه في الصحافة الإسرائيلية لما ينفذ على الأرض الواقع ساعتها ممكن هلأ أفكار كثير وتفكير كثير خارج الصندوق محاولة من الحكومة من القيادة من الرئيس لإيجاد يعني بدائل لحين انتهاء الأزمة القانونية في المقاصة لكن زي ما قلت لك في راس يعني أنت بتكون متأكد لما بتنفذ الشيء على الأرض بكل تأكيد طيب سمعنا كثيرا دولة رئيس الوزراء نتحدث علينا انفكاك الاقتصادي من إسرائيل أو تشكيل لجان والبحث في انفكاك على الاقتصاد الإسرائيلي هل هذا ممكن؟ يعني هاي قضية طويلة الأجل بكل تأكيد طويلة الأجل إمكانية الانفكاك ممكن ناخدها لكن بتكون بحل طويل زي ما قلت لك هناك بدائل لصناعة الإسرائيلية بدائل وطنية أو عربية أو عربية يعني إحنا عم بنشجح هلأ وعلننا 11 يوم المنتج الفلسطيني والصناعة الفلسطينية هلأ لما انت بتقتنع بالمنتج الوطني الفلسطيني ومن هون في برنامج جديد رح يضع في تلفزيون فلسطين الهدف منه تثبيت قناعة وزيادة الطلب على المنتجات الفلسطينية من خلال انه التلفزيون يدخل يصور المنتجات الفلسطينية من الألف لما بتمر بخط الإنتاج يعني مثلا أنا بدرب مثل الألبان عنا صناعة ألبان عظيمة جدا لما بدخل لما المواطن بشوف كيف تتم مثلا آلية الإنتاج تبدأ من الحليب الحليب بيجي بنفحص في مختبراته بيشوف المختبرات بعينه المواطن وبشوف إن الحليب نفحص ويورجوه نتائج التحليل إنه حسب المواصفات المطلوبة بدخل عخطوط إنتاج اليوم إن المصانع عندها أحدث تكنولوجيا بالعالم أنا شفت مصانع بتستعمل للروبوت موجودة بالخليل وغير خارج الخليل كمان صناعة روبوت كلها بالروبوت الإيد ما بتصيبها لما أنت بتشوف المنتج كيف ينتاج وكيف بصير منتج نهائي وبنعرض عليك بالسوق تبتطمئن بشكل أكتر بتعزد ثقتك بالمنتج الوطني لما نوصل لهيك مرحلة أولا إذا قدرنا نزيد نسبة استهلاكنا من المنتج الوطني بعتقد إنه بنخلق عشرات ألاف فرص العمل أكيد هاي لما أنت بتستغني عن المنتج المنتج الإسرائيلي أنت بتجيب بديل إلى منتج فلسطيني وبتوفر فرص عمل وبتعمل تنمية بتعمل تنمية اقتصادية في نفس الوقت يعني في محاولات عديدة تمت مثلا تحويل المرضى من المستشفيات الإسرائيلية للمستشفيات الأردنية والمصرية هذا جزء من الانفكاك عم بنحاول نجيب كهرباء من الأردن زادت كمية الكهرباء اللي بتيجي من الأردن لأربعين ميجا بدل تمانية وعشرين وهناك مخططات إنه توصل مئة ميجا هناك مشاريع الطاقة البديلة الطاقة البديلة أنت الطاقة اللي عندك بتوفر لك تكليف الإنتاج سواء في المصانع أو في البيوت بنفس الوقت بتوفر على الخزينة مبالغ طائلة تدفع للشركة الكهرباء الإسرائيلية كمان طاقة نظيفة بيئيا زائد فرص عمل الكبيرة كتير بالتم هناك محاولات استبدال بضايا الإسرائيلية الطاقة الإسرائيلية مصانعنا الأدوية بدل الأدوية لدينا مصانع أدوية ممتازة هناك مجالات واسعة لدينا صناعة جيدة جدا وبالتالي لابد من نورجي الجمهور الفلسطيني والمواطن الفلسطيني كيفية الإنتاج من خلال إنه تدخل الكاميرا تصور من الألف للياء وكيف العمليات بتتم المختبرات الموجودة يعني أنا زرت في نابلس مصنع سما مثلا الأدوية يعني ما شاء الله شيء بنفس مفخرة وممستوى العالم مصانع بيرزيت ومصانعنا الباقية في الأدوية عظيمة مصانع الألبان كلها كمبيوتر ولكن في ذات الوقت يعني معالي الوزير هناك صناعات تقريبا انتهت أو باتت قليلة مثلا صناعة الأحذية والجلود بالخليل هذا القطاع يعني هل لديكم كوزارة وكونا حضرتك كمان خليلي هل لديكم يعني آليات مشاريع برامج لتعزيز هذه الصناعة يعني معالأسف صناعة الأحذية عانت بشكل كبير بشكل كبير جدا وقسم من المصانع والورش سكرت وقسم من العمال اللي كانوا بيشتغلوا فيها بيشتغلوا في ماكن أخرى فيها لكن كمان هم أصحاب المصانع لجأوا لوسيلة عدلت وضعهم بشكل كتير الوسيلة هي الجودة اليوم الحذاء الخليل يباع بأسعار عالية عالية جدا لأنه جودة وصار إلو أسم كبير ومشهور يعني وصار فيه تصدير بالضبط يعني هناك يعني نتيجة الجودة نتيجة الاستثمار والإدارة الجيدة صار وصار يباع ويطلب حتى من أوروبا في أوروبا هناك عمليات تصدير لأوروبا نفس الشيء باقي الصناعات اللي موجودة تحسين الجودة ورفع القيمة النوعية لبعض المنتجات ضرورة ضرورة مصالح الأدوية أننا نصدر لأوروبا بكل تأكيد أن صناعة الحجر نصدر لتنين وسبعين دولة بالعالم وقطع مهم القطار الزراعي تصديرنا للتمور مثلا مثلا المجهور صار رقم واحد على العالم هناك إمكانيات كبيرة للتصدير هناك إمكانيات كبيرة للتنمية أنا في زيارة الأخيرة لروسيا ولمصر ويعني كان فيناك إنجازات على مستوى عمل اتفاقيات ومجالس مشتركة عنا برامج من هون لآخر السنة لزيارات مختلفة في العالم لعمل اتفاقيات تعاون وزيارات سؤال الأخير معالي الوزير هل لديكم كناعة تامة بأن صفقة القرن أو الشكل الاقتصادي بصفقة القرن لأنه لن يجد أذانا صغية في المجتمع الفلسطيني رهاننا دائما على شعبنا الفلسطيني العظيم الرهاني الدائم على الشعب شعب واعي شعب ما يتمر عليه كل القصص هاي وما خابر أملنا في يوما ولن يخيب أملنا في يوم أنا متأكد أنه يعني رح تمر هاي زي مؤامرات عديدة مرة عديدة تعرض لها قضية الفلسطيني وبقي الشعب الفلسطيني وسيبقى الشعب وتبقى القضية وستعود القدس للعاصمة لدولة فلسطين وللحضن العربي والإسلامي والمسيحي إن شاء الله معالي وزير الاقتصاد الوطني السيد خارب لاسيلي شكرا جزيلا لك على هذا الوقت المهم الذي خصصته لنا للحديث في ملفات عدة مشاهدين الأعزاء فاصل قصير ثم نعود لاستكمال ما تبقى من فقرات سيناريوهات مشاهدين الأعزاء أهلا وسهلا بكم من جديد في الفقرة الثانية من برنامج سيناريوهات والتي نحور فيها الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم في ذات الموضوع موضوع الخطة الاقتصادية أو ما يعرف بصفقة القرن القرن والتي أطلق عليها أمريكيا الازدهار من أجل السلام دكتور نصر يسعد مساك حياك الله كيف يمكن قراءة ما نشر اليوم من قبل كوشنير؟ هو أظن من الأساس المنهج اللي بيحاول كوشنير والإدارة الأمريكية تطبيقه واللي كان عنوان حمل نفس العنوان في برشة بحرين الاقتصادي هو منهج جربي سابقا وهو منهج يقوم على فرضية أصلا خاطئة فرضية أنه الازدهار والتحسين الحياة الاقتصادية الفلسطينيين وشعرهم بأنه هناك في مكاسب نتيجة العملية السلامة الاقتصادية تعود عليهم بالنفع يقود إلى أو يقربهم أكثر من القبول بشروط التسويق السياسية اللي هم راح يفرضوها وبالتالي حتى لو هذه الشروط قاسية مؤلمة فيها التنازلات فلسطينية هم بعتقدوا بأنه المقاسب الاقتصادي تسهل عليهم قبولها وتبرر قبول هذه الشروط ولذلك جوهرها سلام اقتصاده وهو الذي تحدث عنه عام مدار سنوات طويلة وهو اللي نيتنياهو صاحبه ولذلك نيتنياهو صاحب المنهج هذا نيتنياهو سوى كل ترامب مع بداية عهده وسابقا ساعدوا في تسويقه كمان بلير اللي هو كان مبسؤول لاجرباعي مبسل لاجرباعي واللي في حينه بعد لما صار في انقلاب مع حكومة دكتور سلام فييارد لما تشكلته عمل إذا متذكر مؤتمر في بيت لحم ويعني كان بعناوين هذا العناوين ازدهار ورفاهي وتحسين وضع اقتصاده ونعاشه وذلك جوهرها السياسي بس يما ظهر اقتصادي كمان كيري كيري وزير خارجي الامريكي كمان عمل نفس المؤتمر شبيه في البحر الميت في الجانب الاردني وكان له حضور اعلامي كبير وحضور مسؤولين وسياسي وطرحوا نفس المشاريع تقريبا تتشابه في ملامحها العامة والقطاعات لانها استندت لدراسي اصلا عملت من قبل مكنزي مؤسسة استشارات بريطانية مولت من اللجنة الربعية وبإشراف اللجنة الربعية ومهرها بتوقيع وعرضت الملامح على عام وقالوا انها بدأت تخلق مليون فرصة عمل حتى عام 2003 هو نفس الميت رحاليا هو الميت رحاليا قالوا مليون ومئة ألف أم وحددوا قطاعات الطاقة قطاعات الاي تي الاقتصادي الرقمي وقطاعات السياحة والزراعة تالهي نفس القطاعات وتقريبا ربما نفس المشاريع وتصفير حتى نسبة البطالة بزد بطالة والفقر وبالتالي باستثناء انه كوشنير طور الخطة وفريقه اللي بيعمل في الربعية الملكية جديدا منه أصبحت إقليمية الطابعة مش بس فلسطيني إسرائي وذلك يعني كأنه كمان أضاف عليها عنصر التطبيع انه بده يدخل على الموضوع الفلسطيني من الحديقة الخلفية اللي هي الإقليمية العربية لهو العكس كمان سلامة العربية خطة السلامة العربية بالضبط وبالتالي هو كأنه بده كمان يصيد عصفرين بحجر بده يدخل بوابة الطابعة يسهل على العرب إقليميا يطبعوا مع الإسرائيليين وبتالي يبنوا مصالح مع الإسرائيليين الاقتصادي هذا يعني بأنهم بيقبلوا بالشك السياسي وبضغطوا على الفلسطينيين من هذه البوابة وكمان للفلسطينيين أنه يعني بدهوا قدمهم مكاسب كمان مشان يشعروا بأنه هذه المكاسب قد تكون مبرر يعني كافيا لتقديم تنازلات سياسية وهذا ما حصلش لا بالسابق ولن يحصل وذلك المنهج هو نفسه ما فيه جديد وبالمناسبة لو تطلع عنوان ورشية البحرين هي شو بتكون بتقول يعني هي بقول بساطة يعني peace to prosperity سلام للازدهار ازدهار هذا هو ذات الطبع بس هدير بالك العنوان يختلف مع السلام مع ما يطرحه كوشنير العنوان يقول السلام يجلب الازدهار وهذا شيء منطق إذا كان سلام عادل إذا كان عادل وشامل لكن اللي بدور الحديث عنه والشق الاقتصادي هو ازدهار الاقتصادي يجلب السلام هو عكس تماما هذا التناقض يعني في الطرح ابقاء الوضع الاقتصادي تحصيل الوضع الاقتصادي في ضلي الاحتلال ويعين عليك وبالتالي هو وضع اقتصادي بديو محسنو يعطوك شوية مكاسب ديفدنس ومتوزيعات تشعر بانه يعني سيأتي عليك الخير والناس ترتاح اقتصاديا وهذا يعني بيعني بكل بساطة لما يطرحوا صفقة القرن بشقة الاقتصادي او ما يعرف بصفقة القرن بشقة السياسي بتكون اسهل على الفلسطيني يقبولها هذا كانوا تدجين مقايضة وانا اقول هذا جربة شراء ذمم يعني ممكن يعني استخدام جزرة اقتصادية مشان يسهلوا تأميرين صفقة السياسية يعني دكتور بصراحة هاي الخطة يعني جربت مرارا مع الشعب الفلسطيني ودائما كان الشعب الفلسطيني يرفضها لماذا هذه المرة هناك تخوفات من قبل البعض من امكانية قبول بعض الاطراف الفلسطينية هل يمكن ان يقبلها فلسطيني لا هو التخوفات اظن مش من انه الفلسطينيين سيقبلوها من الاقليم اعي التخوفات من انه هناك ضغط ثقة الامريكي كبير وضع هذه المرة بترويض الاقليم المنطقة العربية وبالتالي الخشي من انه يعني اصرار الادارة الامريكية على تمرير الصفقة قابل الانتخابات القادمة وتسجيل نجاح مشان يمهد الطريق للفوز في مرة قادمة دورة قادمة لترامب الخشي من انه الاقليم او المنطقة العربية الدول اللي كانت مترددة في قبولها انها الان تبدي نورش البحرية المهدت لهذه الدول بالتطبيع مهدت بقبول اسرائيل كلاعب اساسي وخصوصا بتخويف العرب من بوعب وتحدي واللي هو ايران ولذلك اظن هذا الخشي اللي عند الفلسطينيين انه بعض الدول يعني شوية يعني تروح مع المكاسب الاقتصادية يسير لعابها واذا كتغض الطرف عن الجانب السياسي وانا اظن كمان اذا بدت تطلع على المشهد الاعلامي العربي بعد ورشة بحرين الاقتصادية اللي اعتقد بانه احنا متسرعين في اطلاق او الاعلان عن فشلها لان اظن يعني لن تطوى صفحة ورشة بحرين لها ما بعدها بس على كل احوال اذا بتشوف المشهد الاعلامي العربي على المساوى الفردي ومساوى المؤسسات هي بدأت تتقبل اكتر فكرة اسرائيل وتأيد حتى وجهة نظر اسرائيل وتلوم الفلسطينيين بانهم يعني هم اللي بيضيؤ فرصة وهذا كأنه بحررهم من عقدة الذنب وتأنيب الضمير تنازلوا عن هذا الموقف الثابت تجاه الفلسطينيين ولذلك انا اظن حيصير فيه شغول اكتر اليوم انا شفت مبارح مقابل الى جرين بلانت على احد القناة في مؤتمر هيرتسيلة الاسرائيلي اللي هو المؤتمر الامني القومي وكان واضح تماما انه مصررين على ويدعي بانه لم تفشل وانه اللي كنا بانه يحققنا وانه الشوق السياسي سه لشنه يؤجد سيعلن واكد على انه سيعلن وبالتالي يعني هو بس بدون مهد الطريق حسب ما قال بدون الفلسطينيين او مع الفلسطينيين يعني بدون السلطة او معها هو سيقوم بالعلان عنه هذا الخطورة هون محاولة ايجاد جسم بديل جسم بديل تمثيلي بلا سلطة فلسطينية بالضبط وذلك هذا الخوف بمساعدة اقليمية ولهذا السبب يعني المنهج الجديد للإدارة المريكية مخوفهم في السابق كانت تطرح أفكار من هذا النوع بس العنوان الرسمي التمثيلي السلطة السلطة فلسطينية وبالتالي كانت دائما وابدا هي العنوان بس اليوم بدأ ليبحثوا عن عنوين مختلفة هذا اظن في ظل الوضع الداخل للمتأزم الفلسطيني الهش يعني هذا بثير مخاوف لكن يعني اظن انه بصلش لحد ايجاد يعني ممثل بديل لانه غير واقعي وغير ممكن وغير مطروح طيب يعني من يقرأ ما نشر اليوم ما نشره كوشنير الحديث عن قطاعات اقتصادية يعني مهمة للشعب الفلسطيني لكن المبلغ المجمل تقريبا 27 مليار هل يمكن لأي احد ان يقتنع او ان يطرح مبادرة لان يبيع انسان وطنه مقابل مبلغ كهذا وكان الحدي في البدايات عن 500 مليار اذا ما ذكر ولذلك بدوا يتراجعوا ويتوضعوا ويتوضعوا لحد الـ 50 مليار اجوك الـ 50 مليار بدوا تروح حوالي 40% العرب العردن ولبنان ومصر جزء منها للتطبيع اللاجي التوطين اللاجيين جزء منها لمشاريع اقليمية مشتركة وهي مشاريع بني تحتية وربط سكاك وربط كهرباء ومي وذلك جزء منها ستكون إسرائيل وذلك هي حوالي 40% الباقي 28 مليار للفلسطينيين موزعنا النحو التالي في 11 مليار منها من القطاع الخاص أصلا القطاع الخاص يعني استثمارات على أمل في قطاعات محددة يعني طرحوا أفكار لكن هذه نفس المشاريع والأفكار طرحت سابقا في أكثر من دراسي بالضبط وبالتالي القطاع الخاص مش رهن بأيدي أحد ولا يخضع لأوامر أحد لا حكوماته مش دولة منحها هو أفكار بدروسها هل هذا مجدي اقصاديا بأقل درجة مخاطر فرصة منافسة لفرص موجودة في العالم بقدم عليها مش كذلك يعني بقبلهاش وبالتالي هو يخضعها لتقييماته لذلك هذا 11 مليار خارج أصلا كل المنظومة يعني منحنا مش إنه بكرة وبعده وبعد ثانية وثنتين حتى لو قبلنا بالخطة إنه حدا يجي يستثمر لأنه يعني الوضع العام من البيئة مش حاضن إلى الاستثمارات فيها خطر عالي وعدم يقين وذلك 11 مليار بظل 17 مليار 17 مليار أصلا جزء منهم قروض جزء حوالي 7-8 مليار دولار وباقي عبارة عن 10 مليار أو 11 مليار هم فقط مساعدات على مدار 10 عوام بالتالي حتى لو افترضنا 10 مليار و7-17 مليار ما فيها القروض نفترض جدا إنها قروض ميسرة ومتاحة يعني طويلة وفوائة قليلة جدا لو كسمت على 10 عشر سونا طلع مليار و700 مليون دولار سنويا ما هي فترة من الفترة السلطة الفلسطينية كان يأتيه هذا الرقم أكثر فتت من 2008 إلى 2013 كان متوسط هذا الرقم يأتيه في مساعدات مش قروض وذلك في الأون الأخير تراجع على 600-700 مليون دولار ماشي الحال بس يعني في المتوسط كنا نصح حصل على مليار دولار مليار و200 مليون دولار عبر كل مراحل السلطة يعني الآن تلقينا حوالي 35 مليار دولار مساعدات حتى الآن لكن هذه المساعدات في غياب ظروف وشروط نجاح لأي جهة التنمى واقتصادي يغير مصاري اقتصاد فلسطيني وهي شروط سياسية أمنية حاضنة إيجابية هذه المساعدات ستتصرب لإسرائيل حتما يعني هي ستسفيد إسرائيل لأنه رمالة والخليل وريحة هو الإنفاق مرتبط بشكل أساسي بالتجارة مع الكيان ولذلك إحنا لا ننتج وبالتالي قاعدنا الانتاجية تأكلت فمن أين نأكل إما من الصينة وتركيا والكيان وبالتالي الكيان هو بمدنا في معظم السلع الأساسية لما عناش بديل عنها محروقات كهرباء مي سلع أساسي أخرى بنستورد منه حوالي 4.5 مليار دولار والباقي يعني يعني منه من العالم من خلاله أو 5 مليار والباقي يعني يأتينا من هنا وهناك ولذلك بدنا نفهم بأنه هذه المساعدات حتى لو تحققت لن تؤدي إلى تحرير الاقتصاد الفلسطيني من كونه رهيني أو أسير لدى الجامع الفلسطيني ولن تمكننا من أن نجعل هذا الاقتصاد قادر على حمل مشروع الدولي في المستقبل لأن الإسرائيليين يدركوا ومن أول يوم وقعوا اتفاق في السؤوسل وفي أهمية الاقتصاد كجبها في حربها مع الفلسطيني وبتالي هو مسكوا بالمفاتيح ولن يسلموها وإذا كم يوكي بيسمحوا لك من المساعدات بس عارفين أنه الرواتب اللي تدفع عنه النفقات اللي بتشتري سلعها وقاولين يبدأ تروح 70 سنة حسب الدراسات من كل دولار وبالتالي القيمة المضافة بتروح تتسرب بقنوات اختلف الإسرائيليين وذلك هم يدركوا تماما وكمان هم عندهم الفيتو دائما وأبدا في مشاريع عملاقة العلاقة البنيتحتية خذ مثلا الكهرباء خذ الطاقة خذ المياه خذ أي اتصالات خذ مشاريع بنيتحتها طرق وبالتالي هم يعني كمان مش متركينك مناطق سي لاغوار مسيطران عليها هي الأمن المعابر وبالتالي هم كمان عارفين تماما الناس تساعدك مشان تخليك يعني يعني تعيش بمستوى اقتصادي أفضل بس محولهم بس مش لا درجة انك تتمرد اقتصاديا يعني مش لا درجة ان يصبح اقتصادك قادر على انه يقول لا لا لإسرائيل وانه وانه يدافع عن خياراتك سياسية الاقتصاد سيبقى هشا في نظر الإسرائيليين وحاول على يضعفه ويبقوا يحاولوا قدر مكان يضعفه مشان كمان الاقتصاد ما يكونش عامل مساعد للفلسطينيين في نضالاتهم ضد الاحتلال ولكن هم بدركوا بانه الاقتصاد يعني يوبهم سكو بالإيد اللي بتوجعك في الوقت اللي برون مناسبا هم يعارفين انه بالعمال ماسكينك بيدك اللي بتوجعك 180 ألف عامل 70% من المقاص ارادة السلطة كمان ماسكينك بيدك من وجهك التجارة في سلع أساسية هم ماسكينك بيدك وبالتالي ما عندكش خيارات وما عندكش بدار وما عندكش سطر الحدود هم فيه ثلثة ربع مفاصل أساسية هم يعرفين تماما ماسكينك وغزي خرجت أصلا من الصراع استراتيجيا بال2007 وبالتالي أصلا غزي هي يعني تستطيع أن تصمد لكن لا تستطيع أن تنتصر في أي معركي وهي وبالتالي مش شريك استراتيجي حتى معاك على الصعيد الاقتصادي في مقاومة هذا الاحتلال ولا الصفقة وبالتالي ما عندهاش مكانيات هي محاصرة من 10-12 سنة كل مقدراتها نفذت فالحال الفلسطيني شوي مش هرذمي السيناريات المستقبلية يعني صعب التنبوه هذا سؤالي هل يمكن تنفيذ هذا المشروع الأمريكي الاقتصادي أنا أعتقد جوابي إليك بيكون مش نعم ولا بقدر ما بيعتمد على كيف تتطور الأمور على الأرض مسألتين أساسيتين أولا تفقى نفسها قديش بتطور قديش بتساوك مع ما سيطرح وتطرح الإدارة الملكية لاحقا وهذا مهم للغاية لأنه هذا هو سيفتح شهية ترامب وإدارة ترامب وفريقها أم سيعيكم يضع لهم شوية مطبعات وبالتالي يخليهم يفرم له هذا مهم ومسألة الثانية انتخابات الإسرائيلية هذا العامل الثاني الخارجي الانتخابات الإسرائيلية إذا بتفرز حكومة يمينية متطرفة أكتر إذا كتتتوقع أنه حتى لو ما أعلمش على صفق القرن حتى لو لم يتم تنفيذها بدك تتوقع بأن الخطوات واسعة للأرض يعني تطبق صفق القرن بدون حتى يتبنىها يعني مثلا ضم المناطق سي ما هي جزء من من صفقة القرن يعني الشكل السياسي يعني هو فعليا على أرض الواقع هي السيطرة الكائب بقراف طالت ضم المستوطنات وضم المناطق سي ما هي ولذلك والقدس راح وذلك عمليا يعني عمليا إذا ضم المستوطنات حتى قصة التبادل معتش ممكن متأت فكرة ولذلك عمليا كأنه بيكونوا أنجزوا المشروع بصير بصير السؤال بحثوا عن هالتجمعات السكانية الفلسطينية اللي بقيت شو مصيرها ما هي كهرباء خدمات مدنية وذلك مين يمثلهم بصير هذا بحثوا البلديات وذلك هذا بيعتمد على قديش الحكومة الإسرائيلية وقديش العرب بدهم يقفوا ضدها وقديش حكومة نتائج انتخابات والعامل بحل الثالث وهو الأهم برأيي تماسك الموقف الفلسطيني وبالتالي كيف يتطور يعني مثلا الفلسطينيين لحد الآن أنت وأنا شايفين فيه تحديات كتير داهمة استراتيجية وآنية سواء أزمة مالية ولا سواء صفقة الخر لكن اللي شوي أنا ملفت لافت نظري واللي مستغربه شوي أنه ما فيه تغير في السلوك الاستراتيجي الفلسطيني يعني يعني فيه تصريحات علامية نرفضه وكذا جميل ومواقف ثابتية على الأرض ذي ما لكن على الأرض لا بيإدارة تشان العام لا بيإدارة تشان العام ولا في علاقتنا مع الكهان الإسرائيلي رغم كل تصريحاتنا تغير شيء وذلك هذا هو السؤال المركزي أنه إحنا كفلسطيني ولا على صعيد المصالح حتمشي وذلك إحنا ردودنا على التحديات كأنه يعني باهيت كتير ما بتخلي الطرف المقابل الأمريكاني والإسرائيلي يشعر بقلق أنت مطلوب منك تخلي دائما يشعر بقلق يعني تفاجئوا بخطوات كمان اللي ما يكونش في حسبانه يعني تصور لو في خطوة مصالح حيتم الإعلان عنها وفعلا يؤدي إلى مصالحة مؤسسية حتى لو في فصل جغرافي مؤسسية قانونية سياسية ويصير فيه فعلا موقف موحد حتى لو فصل جغرافي مش كصة في آخر بيردخل إيجاد هذا الواصل الجغرافي لتصور لو أنه دعية الانتخابات عامة مثلا وحتى وضعنا إسرائيل تحدي مش مشكلة بإحراج بس أعلننا بعد هذا المصالحة والفلسطينيين جددوا شرعيات وجددوا الديمقراطية من تجديد ديمقراطية وبدأ في حياة سياسية جديدة مختلفة في الحال الفلسطيني وخطاب مختلف وبدأت هالمؤسسات تشتغل والمجلس الشيء والمجلس الوطني وبدأ في حشد يعني رجعنا للياسمين الفلسطيني إلى الربيع الفلسطيني في السابق وذلك قبل 20-30 سنين ذلك هذا اللي بخوف الإسرائيليين وتصور لو أنه بدأنا كمان جديا نعيد النظر بعلاقاتنا مع الإسرائيليين على أسس جديدة وفق قرارات المجلس المركزي والوطني وبدأنا واتخذت سابقا وفعلا بدأنا على الأرض نغير من سلوكنا في علاقاتنا معهم الذي يرعب الإسرائيليين هو الأمن ولذلك والأميركان كمان معنيين بأن الأمن يستتب السبب لأنه لو في عدم استقرار أمني معناته صفقة العصر أو ما يسموها كذلك مش راح تلاقي نفس القبول عند العرب لأن العرب كمان إذا صار في مواجهة مع الفلسطينيين وفتحت المواجهة مع الفلسطينيين وهي هتكون سلمية لا شك نجحتين عندها أوتوماتيكيا إذا الإسرائيليين أمعنوا في قتل الفلسطينيين وتعذيبهم وملاحقتهم العرب يصيروا محرجين بدهم استقرار أميركان والإسرائيليين بدهم هدوء على الجبهة الفلسطينية وذلك أكثر شيء بيثيرهم برعبهم والأمن إنك تهددهم بأنه هناك احتمال لأنه هذا الأمن ما يظلش مستتب وهذا أعتقد اللي بيخليهم كمان بالمناسبة إنه يظلوا على يعني بحثوا عن وسائل إذا بتشوفهم انت كيف يكون القياد الفلسطيني بقبول المقاصة عندهم دائما وأبدا محاولات ما نشر اليوم عن المبادرة اللي قدمها كحلون مش كحلون مش كحلون إنه لا يتم خصم الضريبة عن الوقود ولا التوفر تقريبا الاربعان بزرور كيف ممكن نظر إلها دكتور هذا النظر إلها تماما زي ما بقول لك الإسرائيل في مأزق زي ما أنت في مأزق بس إحنا مأزقنا مختلف هم مأزق هم مأزق بيطلعوا عليه أمني وبالتالي بالنسبة لهم أنه يعني وكي بعدين سلطة سيفين تفجر الأوضاء السلطة لا يمتب تتحمل يعني الناس التأزم الداخلي ما هم براقب الوضع أمي وإذا لكم بدهم يجدوا حل هذا حل اقتصادي هو كمان أمي ما بدفعهم ثمان أمني ولا سياسي طبعا يعني هذه أموال مستحقة إلى أقدري أموال الفلسطينيين وبترى وبدو يدفع لك إياها بس الله ما بدوش كمان يكسر يكسر قرار وقانون وذلك كمان يعني مش راح يسلم بسهولة ألا بحاول من هنا وهناك حتشوف شوية وساطات من هنا وهناك أنا لن أتفاجأ في الأيام القادمة إذا أعلن عن توصل لحل المال لأزمة المقاصة كيف حيكون فيه تدخل طرف ثالث من تدوير للزوايا الحادي اللي في العلاقة اليوم إنه والله الأربعين مليون شيكل اللي بنخصمه يعني إما يعاد النظر في إنهم ينخصموا أو ينخصموا من ضريبة محددة وبالتالي كل معظم الضرائب والجمالك اللي بتأتي على مشتقات أساسية وسلع أساسية ربما تبقى على حالها ينخصموا بشكل من بأليمة وبضمان طرف آخر دون تسليم الفلسطيني بأن هذه هي خصم مشروع وإذاك الفلسطيني سيبقوا طالبوا فوق ولكن أعتقد فيه هناك حيكون تدخل ثالث قناعتي أنا هيك يعني شايف أنا المستقبل لأن الإسرائيلي لن يقبلوا أن يستمروا الوضع على مش يقبلوا وهم مش مصلحتهم يستمروا الوضع اللي ما هو عليه هم خايفين من انفجار الشارع الفلسطيني ولذلك هذا هو مهم لهذا السبب هم يبلهثوا وراء حل طب دكتور أنت كيف شايف صمود الشارع الفلسطيني أنت شايف الشعب الناس الموظف الحكومي صامد على مدار أربع أشهر خمسين أو ستة بالمئة مرات فيه هل هو قادر يصمود لفترة أطول ظاهرين صابت بدليل إذا بدك الناس يعني مش عمالها بتتذمر واش تذمر واسع في تذمرات إذا بدك على السوشال ميديا وهنا وهناك بحديث شخصية حديث شخصية بس على مستوى واسع ماسف يعني شارع ومظاهرات واحتجاجات لا هذا واضح وأنا كنت يعني أول ما بدت لازمي يعني كنت في إحدى الندوات مع جهاء أجنبي وقلت أنه لن يحصل ذلك لأنه سؤلت أنه هل يطلعوا الناس بروتست متظاهرين ضد الظبط قلت لا لن يحدث ذلك السبب بسيط لأنه مع بيين الشارع الفلسطيني على أنه السبب الإسرائيليين سلوك إسرائيلي وبالتالي أنت خروجك ضد السلطة وضد الحكومي يعني كأنك بتتساوق مع الموقف الإسرائيلي وبتضغط مرة ثانية بتتحالف مع الإسرائيليين ضد السلطة ولذلك السبب مختلف هذه مش قضية داخلية لأنه سبب لن تجد حدا يخرج بالعلن تظامرات موجودة واسعة وأكثر ما بيثير الشارع الفلسطيني هو لما بيشوف مظهر لا تقشفي في الإنفاق اللي بيثير عنده محافظة طيب انت لازم تتكشف الجميع يتحمل العب هل تشاوق حكومة تتكشف لا أنا بجوز تتشاق الشفية بس أنا لم أرأ تكشف منهجي مدروس بشفافية مطلقة يقول لي أنا يطلع يقول لي هاي الجدول هذا لنفقات مخطط أن ننفق كونت مئة مليون بدي أن ننفق سبعين سبعين أو سبعين بدي وفر تلاتين اللي بدي وفرهم هم بهذا الاتجاه لن يضروا أحد أو بضروا فلان أو بضروا نصراكي أو حدا وذلك يشوف أين التكشف يحط هيك جدول الجدول مشاني كلي وين أولويات الحكومة يعني مثلا لما أنا بشوف في الإعلام أنه بنا نبني لنفترض ملعب بلدي ولا بنا بمقر لمديرية تربية بعرفش جنوب الخليل مثلا أو بعرفش بشاري أبني تحتي أو طريق هذا في ظل أزمي زي هذا النوع هذا درب من ضروب اللامبالاة يعني مش لازم يحصل هذا بدل ما بدك تبني إذا من أموالك الخاصة إذا من مانحين ومخصصين هذا المبلغ هذا مشهور بس تقول أنت من موازنك لا هذا أظن التصجيح خاطئ أنت في أولويات اليوم أولويات الصمود الناس أنه تخليهم قادرين أنهم يتمكنوا أنهم يعيشوا بكرامة حد أدنى وتعطي هالمحتاجين واللي كانوا يأخذوا 750 شيك لكل ثالث شهور تستمر في دفعهم مخصصات الأسرة والشهداء الرعاية الطبية تأمنها على طول والمزارعين إذا بتقدر تساعدهم إلى حد ما تقدر تساعدهم والكطاع الخاص اللي إلو عليك مستحقت وتراكمت وكاعد بجوء صعوبي بأنه يوظف الناس وبفنش بعضهم كمان تعطيهم شوية دفعات مشان يقدر يستمروا كمان في أنهم مشغلوا الناس هذا الحد لدينا حط أولوياتك بهذا السياق أنا لحد الآن على قلب أقرأ يعني اتحاد المقاولين قبل يومين ناشد الرئيس بالضبط بضرورة تدخل واتحاد شركات الموردي الأدوية والمستشفيات الخاصة وبكرة والبنوك في أزمة لأنه حتى انتقلت من القلد قطاع العام لقطاع الخاص طبعا أنه كمان هذا في كثير من الشركات ما عددش قادرة معناش سيولي تقدر تدفع رواتب حتى تدفع لموردين آخرين ولذلك الأزمة تدحرجت من هنا ظن كرة الثالث كبرت الحكومي أنا ما بعرف إذا عندها أو ما عندهاش بكون سعيد إذا عندها أنت شايف إنه فيه أنا ما شفتش بس بكون سعيد إنه عندها يعني أنا مثلا بحب أشوف عشر صفحات اسم هن هيك موازنة طوارئ عرفت بس ميش موازنة طوارئ أرقام إجمالية موازنة طوارئ تحد دولويات أسس تقول لي أنا أولويتي في هذه المرحلة حتى ناعية العام 1-2-3-4-5 بدأ أمن هدول وأي فاعد غير هدول بعمل 1-2-3-4 عرفت وإذا تقول لي ما هي أولوياتها وأنا بحتاج لهذا المبلغ اللي بجيني اللي مضمون اللي هي جباية محلية مساعدات قطرية الآن بدأت تيجي والقرود قطرية مع مساعدة أوروبية مع إذا في مساعدة عربية مع قرض مصرفي بنتعاوى بنخذ لنا فيه كل سنة كل شهر هذا المضمون أنا بوزع على الأولويات التالية حاب أشوف هيك أنا وأي شي خارج الأولويات لا يصرف ولا ودولار واحد لأن هناك فيه أم أو بئس بنت أو سيدي أو طفل أحوج أو عامل أو موظف أحوج أو مريض أحوج من أنك تبني مدرسي في الوقت الراحل أجل كل هالمشاريع حاول قدر إمكاني تخلي الناس مكنين وتعطيهم ثقة يعني حاول قدر إمكاني تبني هذه الثقة وهذا المطلوب مع الشارع كون شفاف وواضح وصريح وما ترفعش توقعات الناس لما ترفع توقعات الناس الناس بتتفاجأ في أداء سيء أنت لا تتحمل مسؤوليته لكن الظروف تتحمل مسؤوليته دكتور نصر عبد الكريم خبيل اقتصادي الفلسطيني شكرا جزيلا حياك الله مسألة فيك سعيد فيك أعزائي المشاهدين إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج سيناريوهات نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة تصبحون على خير اشتركوا في القناة